محافظة إيب تدخل فصلاً جديداً من فصول العنف هذه المرة بين أجنحة ميليشيا الحوثي ذاتها اشتباكات عنيفة دلعت أمام مقر إدارة الأمن في مدينة إيب بين أتباع قيادات أمنية وقبلية تنتمي للميليشيا على خلفية خلافات ذات علاقة بالنفوذ داخل المدينة الاشتباكات خلفت العديد من القتلى والجرحى أبرزهم القيادي إسماعيل سفيان الذي عينته الميليشيا وكيلاً للمحافظة ويعد من أبرز من يعملون لصالحها في إيب منذ سنوات عديدة بحسب مصادر إعلامية ظن البعض أن إيب ستكون الأقل ضرراً بين جميع المحافظات لاختيارها البقاء بعيداً عن الحرب الدائرة منذ أكثر من أربع سنوات لكن الانتهاكات التي ارتكبت بعد استثباب الوضع للحوثيين في إيب كشفت عن مصير مختلف وأجهه أبناء المحافظة بخلاف ما كانوا يأملونه استباحت ميليشيا الحوثي مدينة إيب حيث تؤكد التقارير أنها من أبرز المدن التي ارتكب فيها الحوثيون انتهاكات وحشية تتوزع بين القتل والاختطاف والنهب الأراضي وإذلال الناس ومصادرة حقوقهم وأرائهم وصلت حالة الفوضى التي ترعاها الميليشيا اليوم إلى العناصر التي ساعدت في تمكين الحوثيين من السيطرة على المحافظة ولكن الضحية يبقى دائما هم المواطنون الذين تتقاتل قيادات الميليشيا على رؤوسهم تحاول ميليشيا الحوثي لملمة القضية في إيب واستعادة صورتها الموحدة في مواجهة باقي اليمنيين غير أن هذه الممارسات كشفت عن إصابة ميليشياوية تفتك بخصومها وأصدقائها في ذات الوقت إذا ما تعلق الأمر بالامتيازات داخلها